تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبحضور اسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة واسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة انطلقت منافسات النسخة الثامنة من بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة على ميدان قرية البحرين الدولية لسبقات القدرة والتي تستمر منافساتها حتى اليوم السبت وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة ملاك الخيل العربية والاستبلاط الفائزة في البطولة في نسختها الثامنة مؤكدا سموه بأن بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية الأصيلة أصبحت إحدى البطولات المهمة في سباقات جمال الخيل العربية الأصيلة وأسهمت بدور فاعل في إبراز سمات الخيل العربية وتشجيع ملاك الخيل على المشاركة فيها خاصة مع الاهتمام المتواصل الذي يولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشبؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومتابعته الحثيثة لهذه البطولة الثانوية التي تخلى الذكرى المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثرى ونوه سموه بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة والتي كان لها الأثر الطيب في الإعداد والتنظيم لهذه البطولة مشيرا سموه بأن ما تحقق لهذه البطولة من نجاح عكس المستوى العالي الذي تقام عليه وحسن إدارتها وهو ما يؤكد على الدور المتواصل والاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بالخيل العربية وتأكيد ارتباطها بالتاريخ والتراث العربي هذا وقد قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بتتويج ملاك الخيل الفائزة بالمراكز الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا